علي يسأل عن نسيان سجود السهو يقول إذا كان متعمدا أو ناسيا إذا ترك الإنسان سجود السهو وكانت ترك إما على سبيل العمدية وإما على سبيل النسيان يا علي بارك الله فيك أولا بالنسبة لسجود السهو سجدتان يأتي بهم المصلي في آخر الصلاة إما قبل السلام وإما بعد السلام وسببها إما زيادة أو نقص أو شك سبب سجود السهو إما زيادة أو نقص أو شك فإذا كان المصلي قد نسي واجبا من واجبات الصلاة وفات محله بحيث لم يستطع الرجوع إليه فإنه يجبره بسجود السهو بسجود السهو وأما إذا نسي ركنا وفات محله ولم يرجع إليه فإنه لا يجبره بسجود السهو فقط بل لابد أن يأتي بالركن يأتي بالركن ثم يستدرسه واضح؟ يعني الآن بعض الناس أعتقد بأنه إذا نسي ركنا جبره بسجود السهو هذا غلط من نسي الفاتحة ما يجبرها بسجود السهو لابد أن يأتي بالفاتحة من نسي الركوع ما يجبره بسجود السهو لابد أن يأتي بالركن يستدرسه من نسي سجد مثلا أو مثلا نسي الجلسة بين السجدثين هذا كله من الأركان هذا كله من الأركان ولذلك الركن ما يمكن أبدا لمصلي أن يتركه ويجبره بسجود السهو بل لابد أن يأتي بالركن ثم يستدرسه وبالنسبة لتعمد ترك الواجب يبطل الصلاة فمن تعمد ترك التشهد الأول بطلت صلاته وعليه نقول من تعمد ترك سجود السهو للتشهد الأول الذي ما أتى به نسيانا فإن الصلاة باطلة الصلاة تبطل لماذا؟ لأن سجدتي السهو قامت مقام التشهد الأول الذي نسيه قامت مقام التشهد الأول الذي نسيه وإذا تعمد ترك السجدتين كأنه تعمد ترك التشهد الأول فعلى القاعدة عندنا أن من تعمد ترك الواجب بطلت صلاة والتشهد الأول واجب في أصح قولي أهل العلم والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جبره بسجدتي السهو واضح يا علي بارك الله فيك فتنبه لهذا يعني ليش أنا فصلت لك لأنك قلت ترك سجود السهو فطيب السهو هل هو في واجب أم في روكون فصلت لك هذا الكلام أما إذا نسي سجود السهو نسيه هو عنده نقص في الصلاة أسلم ونسي أن يسجد السهو نقول له تسجد السهو متى ما أنت ذكرت إلا في حالة واحد وهي إذا طال الفصل يعني مضى يوم كامل أو دخلت في اليوم الثاني خلاص فات الوقت ولذلك يعدر الإنسان بفوات بنسيان سجود السهو وسجود السهو يفوت بفوات وقته ووقت سجود السهو اختلف العلماء هل يبقى من العلماء يقول يبقى الدهر كله وهذا قول ضعيف من العلماء من يقول يبقى بحيث ولو طال الفصل عرفا ومن أهل العلم من يقول يبقى إلى أن يدخل وقت الثانية صلاة الثانية يعني مثلا الآن الظهر والعصر مثلا لو نسي سجد السهو في الظهر وقبل أذى العصر تذكره قالوا يستد من نسي صلاة العشاء نفترض صلاة العشاء نسي سجد السهو لأمر يجبر بسجد السهو وما تذكر إلا قبل الفجر في قيم الليل قالوا يستدرسه وهذا تقريبا القول هو الأقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم